روائح تفوح وحشرات تملأ المكان والسبب أزمة جثث مكدسة فضيحة هزت العاصمة السودانية الخرطوم بعد تكدس آلاف الجثث لسنوات بعدد من المشارح هي القضية التي كشفت عنها مراسل العربية خلال تحقيق خاص بث قبل أيام قليلة هذه القضية شغلت بال الرأي العام في السودان وأثارت حفيظة المواطنين والمسؤولين على حد سواء قياسا بحساسية الموضوع أخلاقيا وصحيا وبيئيا أيضا كاميرا العربية وثقت لمشاهد رهيبة من مشرحة بشائر تحديدا التي تضم لوحدها أزيدا من ألف جثة مشاهد أظهرت آلاف الجثمين مكدسة فوق بعضها بل وإن بعضها أجلس على كراسي بحسب إفادات مراسلة العربية في التقرير السابق دعونا نستذكر جزءا منها من يرى منظر الجثامين المكدسة يشعر كأن هذه الأرواح تنطق وتقول أجفنوني أكرموا مثواي لنا يعقوب لقناتي العربي والحدث من داخل مشرحة بشائر بلخرطوم